اشتركوا في القناة عيد الفطر عيد الأضحى عيد الاستقلال عيد المسيرة الخضراء عيد العرش هنا ذكرى جلوس الملك على العرش حرية بلدنا رجوع الصحراء يأتي بعد شهر السيام ندبح فيه الأكباش إذن عيد الفطر هو يأتي بعد شهر السيام عيد الأضحى ندبح فيه الأكباش عيد الاستقلال نصلها بحرية بلدنا عيد المسيرة الخضراء رجوع الصحراء عيد العرش وهو ذكرى جلوس الملك على العرش إذن هنا ننتقل إلى سؤال تاني أربط بخط بين كل عيد وتاريخه عيد الفطر عيد الأضحى ذكرى المولد النبوي إذن عيد الفطر فيه فاتح شوال عيد الأضحى عاشر ذي الحجة ذكرى المولد النبوي في الثاني عشرة من ربيع الأولى أول عفن هنا عيد العرش عيد الاستقلال وعيد المسيرة الخضراء إذن عيد العرش في الثلاثين من يوليوز عيد الاستقلال ثامن عشر نوانبر وعيد المسيرة الخضراء في الثاني نوانبر ننتقل إلى هموع جهني إذن هنا أضع العلامة في تحت ماينات بفطورة العيد فطائر شاي عسل بصل بطاطس وحلويات إذن نضع علامة تحت فطائر شاي عسل وحلويات إذن ننتقل إلى السثمر أضع كل عبارة في مكانها المناسب عيد سعيد صباح الخير مساء الخير تحية العيد نقول فيها عيد سعيد تحية المساء نقول فيها مساء الخير وأخيرا تحية الصباح نقول صباح الخير أصل كل جملة بالوصف المناسب لها استقبلنا جارنا لبست ملابس أكلت حلوة هنا جديدة لذيذة العزيز لن استقبلنا جارنا العزيز لبست ملابس جديدة أكلت حلوة لذيذة إذن ننتقل إلى التنبيه الموالي أحول حسب المطلوب هديتي أنا لأن هذه هديتي أنا هذه هديتك أنت هذه هديته هو هذه هديتها هي أحول كما في المثال إشريت كعكتين حضرت ثلاثة كعكات أمنع الفراغ بما يناسب مما يأتي لك له لنا لكما لها لكم لكنا إذن إذن أنت لك جائزة هو لديه جائزة هو لديه جائزة هي لها جائزة أنتم لكم جائزة أنت لك جائزة نحن لنا جائزة أنت لكم جائزة أنت لكم جائزة إذن بهذا تكون قد انتهت تماريننا نلتقي مجددا في حسة أخرى إلى اللقاء دمتم بخير عزاء الصغار ترجمة نانسي قنقر